بيت الزكاة افتتح قسم الحاسب الألي في جمعية المعلمين والذي خضع للترميم واستقطاب الأجهزة الحاسوبية المتطورة حيث يشهد هذا القسم جميع الدورات الحاسوبية للمعلمين فيما أكد نائب مدير عام بيت الزكاة وليد الكندري أهمية التعليم في بناء الأجيال كأولوية مقدمة على كل الأحتياجات الفترة القادمة هذه المشاريع النوعية الحقيقة التي فيها التعليم وفيها التنمية هذه المشاريع التي الحقيقة الآن نلجأ لها بالفعل التعليم شيء أساسي جدا في المجتمع وأعتقد مشكلة الفقر ممكن تنحل لكن مشكلة التعليم هي المشكلة الأساسية التي نسعى لها إن شاء الله خلال الفترة القادمة إذا تطور المعلم سينعكس ذلك على أبنائنا وفلذات كبدنا وهذا ينعكس أيضا على مستقبل أبنائنا وتطوير أبنائنا فكلما تقدم المعلم وحرص على أن يستخدم هذه الوسائل الحديثة في التعليم وفي داخل فصله أيضا راح يستفيد بذلك الطالب ترجمة نانسي قنقر